موسيقى أشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية أهلا وسهلا بكم إليكم أبرز العنوين موسيقى الرئيس تبون يؤكد عودة الجزائر إلى الساحة الدولية يلتزم بتعزيز مكانتها إقليميا ويدعو إلى تأسيس خارطة طريق إفريقية تدعم الشركة الناشئة واقتصاد المعين موسيقى الجزائر والصين توقعان على خطتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة انتفاق تنفيذي لمبادرة الحزام والطريق وخطة ثلاثية للتعاون في مجالات هم موسيقى مجلس السيادة وقوى مدنية في السودان يوقعان الاتفاق السياسي الإطاري فترة انتقالية بعامين تتوج بتنظيم انتخابات شاملة ترحب إفريقي ودعوة أممية للانتزام ببنودي الاتفاق موسيقى الاحتلال الصهيوني يصاعد إجرامه ضد الفلسطينيين استشهاد شاب وإصابة ستة آخرين بالذفة الغربية والرئيس عباس يدعو للتسريع أو لتسريع مصاري حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في رياضة كرواتيا تحجز مقعدها في دور الثمانية على حساب اليابان والبرازيل يواصل حلم التتويج من بوابة كوريا الجنوبية وأنبابي ينتزع صدارتها الدفي المونديال ويكسر أسطورة كريستيانو رونالدو أهلا بكم من التفاصيل بداية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر تمكنت من العودة إلى الساحة الدولية بفضل الإصلاحات المنتهجة وإنها تسعى إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنظوية تحت مثاق الأمم المتحدة وأوضح الرئيس تبون في كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقا دولي نظم بقصر الأمم بالعاصمة الجزائر احتفاءا بالذكرى الأولى تأسيس المحكمة الدستورية قرأها نيابة عنه مستشاره المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام أوضح أن الجزائر الساعية لحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الفوارق بأشكالها المختلفة ملتزمة بمبادئ الدستور التي سمحت بتحقيق العديد من المكاسب أخيرها لم الشملي الفلسطينية بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المصار تمكنت بلادنا من العودة تمكنت بلادنا من العودة للساعة الدولية ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية وبغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية والمشارب السياسية والثقافية ملتزمين دائما بمبادئ دستورنا ولعل آخر ما تحقق ما تحقق لنا لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخذ عن القمة العربية الأخيرة التي احضرتها بلادنا وما تضمنه من التزامات وتعهدات وتعهدات غايتها الأولى تحقيق ورفاها الشعوب العربية الرئيس تابون وفي كلمته أضاف أيضا أنه مدرك لطموحات الجزائريين بشأن عدلة حقه وإلى جزائر تتبوأ المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي ذلك أنني أدرك تمام الإدراك طموحاته لعدلة حقه وإلى الإزدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة تتناسب ومقداراتها البشرية والمادية وتتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخنا المجيد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤتمر الإفريقي الأول للشركة الناشئة المنعقدة بالجزائر موعد يؤسس لخارطة طريق قرية الابتكاري واقتصادي المعرفة الرئيس تبون وفي رسالة قرأها نيبة عنه والوزير الأول الجزائري دعا إلى جعلي لقاء الجزائر فرصة لتكريس دور المؤسسات الناشئة الإفريقية في التنمية الاقتصادية المستدامة من الجزائر تترسم المساعي وتنطلق المبادرات وفي المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة ينكب ممثل أكثر من ستمائة مؤسسة من عشرين دولة إفريقية على تحديد معالم خارطة طريق قارية من شأنها التأسيس لديناميكية تعاون بين النظم البيئية للابتكار داخل القارة بلقائكم اليوم في بلدكم الجزائر تؤسسون لإنشاء ورشة مفتوحة حول الابتكار تكون بمثابة فضاء للتشاوى والحوار يمكن من تعزيز دور الطاقات الحية في تنمية قارتنا اقتصاديا واجتماعيا ويفضي إلى حلول تحد من هجرة الكفاءات وتساهم في وضع استراتيجيات تنموية تهدف إلى تعزيز القدرات الاستقطابية للطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية في بلداننا مبادرة تطمح الجزائر من خلالها لجعل لقاء الشركات الناشئة موعدا دوريا متجددا لترسيخ الاندماج الافريقي وتوسيع دور الابتكار في النهوض باقتصاديات القارة الصمراء كسبيل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإنكم لعلى دراية بأن التحديات التنموية في قاراتنا عديدة وتستوجب استحداث آليات ترقب افريقيا إلى مستوى التنافسية الاقتصادية من خلال المقاربة التي تعتمد تعزيز دور الشركات الناشئة في اقتصاديات الدول الافريقية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق التنمية المستوى على مدار يومين من الاشغال يعكف مؤتمر الجزائر على توحيد الجهود الحكومية قصد تعزيز دور الشركات الناشئة في افريقيا وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية عبر تسهيل انتشار الشركات الناشئة وولوجها لمصادر تمويل اقليمية مشتركة هذا وكشف وزير اقتصادي المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية سين المهدي وليد عن مقترح جزائري لإطلاق هيئة مالية افريقية في شكل صندوق قاري لدعم الشركات الناشئة واقتصادي المعرفة اهدف هذا الملتقى هو ايجاد الاليات السياسية الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين شركات الناشئة من الانتشار بسرعة اكثر في السوق الافريقية الهدف له هو ايضا تبدو الخبرات في مجال شركات الناشئة وهدفه هو ايضا ايجاد وسائل ولا استحداث وسائل تمويل ترقى لتطلعات الشباب الافريقي تناوله من خلال القمة الوزارية انشاء صندوق ترقى اكثر تقنية فند فند صندوق سناديق لشركات الناشئة افريقية هو ايضا احد المقترحات ولكن كل هذا سيتم التحدث عنه من خلال المؤتمر من خلال القمة الوزارية وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين خو لي فانغ على خطتين لتعزيز الشركة الاستراتيجية الشاملة بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية اوضح ان الامر يتعلق بالخطة التنفيذية لبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق والخطة التلاثية لتعاون في المجالات الهامة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 شق الطرق ومد السكك الحديدية وانشاء الممرات والمسالك الضامنة للشحن البري والبحري والجوي العابر للحدود ذاك مراد استراتيجية الحزام والطريق الصينية يتجاوز فيه منطقها المفهومة الجغرافية التقليدية والمحدود امام مشروعات التعاون الاقليمي ليكبر ويتوسع فكان لشمال افريقيا ومنه الى جنوبها خصوصا المنطقة المغاربية ذاك النصيب عبر الجزائر وزير الخارجي الجزائري رمطان العمامرة ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بالصين خولي فانغ وقعا عن بعد على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق التي انضمت اليها الجزائر عام 2018 على سبيل تعميق التعاون وتعزيز اواصره بين البلدين كما اخذت الخطة الثلاثية للتعاون المشترك في المجالات الهامة 2022-2024 اطارها القانوني عقب التوقيع عليه الاثنين التوقيع على وثيقتين بهذه الاهمية ما هو الا تجسيد لارادة مشتركة تتجدد وتقوى مع كل تقارب استراتيجي يحرص الرئيسان عبد المجيد تابون وشي جين بينغ على ضمانهما اذ شهد يوم الثامن من نوفمبر الماضي ابرام الجزائر وبكين الخطة الخماسية الثانية لشراكة الاستراتيجية الشاملة 2022-2026 الراميات الى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي كخطوة جديدة لتكريس استدامته مثل ما تتطلع اليه صداقة البلدين المترجمة عبر دعم الصين اللامشروط انضمام الجزائر الى مجموعة بريكس الاقتصادية في الشأن الليبي اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبا ان بلاده تعيش مرحلة حاسمة لا يمكن العودة خلالها الى ما سماه عهد الحروب لتسير الشؤون العامة تبيبا وفي تصريحات اندل بها على هامش ملتقا لمخاتير ليبيا انعقد في العاصمة ترابلس الاثنين شدد على ضرورة اقامة دستور يوافق عليه جميع الليبيين تمهيدا لاجراء انتخابات نازيهة وشفافة في اقرب وقت ممكن هذه ليبيا لابد تمر بمرحل المرحلة هذه ان شاء الله رفعنا شعار لا حروب ولا خلاف ولا قتال لا يمكن ان نرجع للقتال مرة تانية نعدي لغدامس نعدي لباريس نعدي لنيويورك نعدي الواحد راهو ما عندناش خط الا اننا نقيم دستور يوافق عليه كل الليبيين نديروا دستور وننمشوا للانتخابات ما نبيكمش فكروا في اي حاجة تانية الا هذا الطريق طريق ان نحن ننتخب عرت احدث مواشرات الاقتصاد في المغرب فشل حكومة عزيزة خنوش في تحقيق جل الاهداف المرسومة للعام الجاري مع انهيار معدلة النمو الى ثمانية عشر مئوية مقابل مستهدفات باكثر من ثلاثة في المئة فشل حكومي فاقم مشاعر الاحباط الاجتماعي ودائرة الاحتقان الشعبي الذي تشهده المملكة منذ اشهرين سنة الازابات في المغرب اسوأ موجة جفاف تضرب المملكة منذ اربعين عاما كانت كافية لتعريات الوعود الكاذبة والفرضيات الواهية التي بنت عليها حكومة أخانوش موازنة 2022 لترسم بدلها مشهدا قاتما يصور حقيقة ما يحدث في المملكة من ارتفاع فاحش في الأسعار وتدهور للقدرة الشرائية للمغاربة مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية اليوم المؤشرات دي النمو والنسب دي التدخم اللي كتعرفها بلادنا أنها أدات إلى المزيد من تفقير والمزيد من تهميش والمزيد من ضرب القدرة الشرائية جينا اليوم باش نبقل رفع الأصوات دينا والحناجر دينا باش نقولوا أن الدولة مطالبة بإعادة النظار في سياسات العمومية دينا جرت رياح الوضع الاقتصادي المتأزم في المغرب بما لم تشتهي سفون حكومة أخانوش وهي تكمل عامها الأول سنة كاملة توقع نظام المخزن في بدايتها أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% مع ارتفاع انتاج الحبوب إلى 8 ملايين طن لتتراجع تواقعات النمو بعدها إلى 1.5% نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7% فلم يتجاوز محصول الحبوب 3.4 ملايين طن وتبطأ نمو وطيرة الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4% مع تسارع وطيرة التضخم إلى 6.3% تضارب الفرضية التي وضعتها حكومة أخانوش وتوقعاتها الاقتصادية المتفائلة مع حقيقة الوضع الاقتصادي الحرج الذي أشعل شرارات الاحتجاجات في ربوع المملكة أثبت أن الحكومة المغربية نجحت فقط في ترجمة فشلها من خلال مواصلة سياسة زيادة الأسعار التي أرهقت الطبقات الفقيرة إلى جانب مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع وتكميم الأفواه سياسات دفعت المغاربة لدائرة اليأس بشأن تحسين وتغيير أوضاعهم الاجتماعية في المرحلة المقبلة في ظل حكومة لم يكن لها منذ البداية ما تعطيه لمواطنها سوى إرغامهم على التأقلم مع واقع اقتصادي يشتد مررة ككل مرة في شأن آخر تم التوقيع الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم على اتفاق إطاري بين مجلس السيادة وقوى سياسية متعددة ينص على تدشين مرحلة انتقالية يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتي بإجراء الانتخابات الاتفاق المبدئي يحد من الدور الرسمي للجيش ويضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزارة على منصة واحدة التقى المكونان المدني والعسكري في السودان مرة أخرى لتوقيع على خطة طريق قال إنها توافقية وتضع كل مكون في موقعه الأنسب نؤكد التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا هذا الأمر يجب أن نصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة انتقالية استجابة لمطلب السوار العسكر للسحرات والأحزاب للانتخابات تحديد للأدوار رحب به المكون المدني بقيادة الحرية والتغيير ورأى فيه بداية عهد جديد للسودان يأتي توقيع الاتفاق الإطار اليوم ليعلن البدء في عملية سياسية تنطلق من دروس وعبر تجارب السودان ومن تجارب المنطقة ومن العالم والتي تنبع من غناعة راسخة بأن بلادنا تستشرب عهد جديد يؤسس خلاله لحكم مدني ديمقراطي وينهي الانغلابات العسكرية للأبد ويحقق العدالة والسلام حكم ديمقراطي مدني كهدف أسمى وضعه الموقعون على الاتفاق الذي حدد فترة انتقالية لمدة سنتين تبدأ من لحظة تعيين رئيس وزراء تختاره قوى الثورة وأوكل لرئيس الدولة مهام القيادة العامة للجيش ونص على صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية تتخللها أيضا عمليات إصلاح للمؤسسات العسكرية والأمنية ومختلف الأجهزة النظامية بالإضافة إلى إصلاحات في سلك العدالة والمنظومة القضائية بنود لقت ترحاب الموقعين عليها لكن تأجيل البت في قضايا عديدة وفي المقدم منها العدالة الانتقالية وإنهاء أي تمكين لنظام المعزول وعدم تحديد طبيعة الإصلاح الأمني والعسكري مع فتح باب الاجتهاد في التعامل مع اتفاق جوبا للسلام قضايا لقت هي الأخرى رفضا من أطراف فاعلة في المشهد السياسي السوداني وهو ما يضع الاتفاق الإطاري أمام اختبار حقيقي أتراه ينجح في إنهاء لزمة السياسية التي تعصف بالبلاد أم يكون محطة أخرى من محطات المراوحة التي يعيشها السودان منذ الإطاحة بالنظام السابق هذا واعتبر المبعوث والأممي للسودان فولكر بيريتس أن التوقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة والقوى المدنية لم يكن ليحدث لولا الآلية الثلاثية التي ساهمت في التوصل إليه داعيا إلى تشكيل حكومة قوية تضبط الأمن في البلاد تبدأ المرحلة الثانية لهذه الأملية السياسية الأرفور لمؤالجة القضايا الآلقة لإدمام اتفاق سياسي شامل بما في ذلك الأدالة والأدالة الانتقالية وإصلاح قتال الأمن والدمج التي سوف تؤدي إلى تشكيل جيش وطني موحد ومستعب لجنة التفكيك وتدبيك اتفاق جوبا للسلام والشرق وستطلب هذه المرحلة مشورات واسعة للنطاق مع جميع أسهب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الشباب ونساء وآلات الشهداء ومنظمات المجتمع الأحلي والمدني وستطلب أيضا جهود متواصلة للتواصل مع الكوى السياسية الرئيسية والشرقاء السلام التي لم تندم للتوقية على الاتفاق التاريخ اليوم آمل أن يمهد هذا الاتفاق التاريخ لتشكيل سرية لهكومة مدنية تستطيع أن تقالج الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي كما رحب الاتحاد والإفريقي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين وقال سفيره والاتحاد الإفريقي في السودان محمد بلعيش في كلمته التي ألقها أثناء فعالية توقيع الاتفاق إن الاتحاد الإفريقي يرحب به باعتباره يصب في صميم متطلبة السودانيين فيما يتعلق بالتحول الديمقراطية وإذ يرحب الاتحاد الإفريقي ويبارك هذه الخطوة باعتبارها تصب في صميم تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التحول الديمقراطي المدني الكامل وذلك من خلال بناء مؤسسات تلائم السودان الجديد وتجسد على الأرض شعار التغيير حرية سلام وعدالة إنها دولة الحق والقانون التي يتطلع ويطمح إليها كل إنسان هذا وأعربت الجزائر عن ارتياحها الكبير لتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري وبحسب مجاء في بيان الخارجية الجزائرية فإن الاتفاق يعتبر خطوة حاسمة من شأنها تعزيز مصاري التسوية السياسية للأزمة في السودان الخارجية الجزائرية أكدت أن الجزائر تأمل أن يستكمل ويستكمل هذا الاتفاق بخطوات أخرى تضع حدا نهائيا لحالة الاحتقان السياسي الذي عرفه هذا البلد الشقيق وتمكنه من مجابهة مختلف التحديات أوصى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس خلال قمتهم بالعاصمة نيجيريا بوجا بإنشاء قوة إقليمية تقول إنها تهدف إلى تدخل ضد الإرهاب والانقلمات قوة إقليمية يرى مراقبون أنها قد تكون نسخة عن قوى سابقة أعلن أو أعلن عن انتهاء مهامها العسكرية في ظل رفض شعبي متواصل في عدد من العواصم الإفريقية لأي تدخل خارجي يجتمع القادة هنا تحت لوائي إكواس مجموعة دول غرب إفريقيا قبة متجددة بالعاصمة الناجيرية أبوجا حملت جديدا ترى المجموعة أنه حل للإرهاب والانقلابات توصية بإنشاء قوة إقليمية هدفها ليس التدخل ضد الجماعات المسلحة فحسب وإنما في حال حدوث انقلابات أيضا القادة قرر إعادة ضبط بنيتنا الأمنية الأمر يتعلق بتولي أمننا الخاص القادة مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء قوة إقليمية قد تتضح معالم تشكيلها وتمويلها في النصف الثاني من جنف المقبل خلال اجتماع مسؤولين عسكريين من المنطقة بحسب توراي الذي أشار إلى بحث قادة المجموعة الاقتصادية عن مصادر تمويل خارج المساهمات الطوعية التي وصفها بالمحدودة قمة أبوجا التي تبحث الوضع الأمنية في المنطقة عادت إلى قضية توقف باماكو جويليا الماضي 49 جنديا إفواريا وطالبت السلطات المالية بالإفراج عنهم في أجل لا يتعد شهرا واحدا وهي القضية التي أنشبت أزمة ثنائية تبرر خلالها مالي قرارها بأن العساكر الموقفين أتوا في إطار غير قانوني فيما تصر كود ديفوار على أنهم جزء من قوات البعثة الأممية من اسما وبالعودة المولود العسكري المرتقب لمجموعة إكواس يتوقع متابعون أن لا تعدوا أن تكون هذه القوة استنساخا أو امتدادا لقوى سابقة طويت صفحات تواجدها في إفريقيا آخرها قوة برخانة الفرنسية في مالي وقبلها القوة الأوروبية الخاصة تاكوبا فيما قد تعد بعثة من اسما عامه الأخير بعد تصويت مجلس الأمن الدولي منتصف العام الجاري على تمديد تواجد البعثة لعام إضافي ما يطرح حسب المراقبين تساؤلات أخرى عن جدوى استحداث قوة عسكرية جديدة تسعى لفرض أجندات أمنية واقتصادية محددة المعالم والدوافع خاصة في ظل تعاضم الرفض في عدد من العواصم الإفريقية لأي تواجد عسكري أوروبي أو فرنسي على الأقل في القارة السمراء استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون الاثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت الأحم في الظفة الغربية في حين صعدت قوات الاحتلال الصهيوني حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالذفة الغربية والقدسة كما رفعت وطيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين تتوسع غطرسة الاحتلال وتمتد أشكال التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين وترتفع معها حصيلة شهداء بارتقاء الشاب عمر يوسف حسن مناع إلى مصاف شهداء في عمر 22 عاما في مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت الأحم في الظفة الغربية أصفرت عن إصابة ستة فلسطينيين آخرين قوات الاحتلال الصهيوني لم تتوقف هنا بل وسعت حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالذفة الغربية والقدسة زادت وتيرة الاعتقالات التي طالت 16 فلسطينيين من ضمنهم أسير محرر وذلك بعدة مناطق في الظفة الغربية المحتلة شملت اعتقال ثلاثة فلسطينيين من رامالله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من مخيم الدهيشة في بيت لحم التصعيد الصهيوني ضد البشر لم يسلم منه الحجر والشجر بعد أن هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني أبنية تاريخية وأثرية في قرية أبثيق في الأغوار الشمالية بالذفة الغربية استكمالا لعملية الهدم التي تجريها منذ بداية العام الجاري ضمن مساعي الاحتلال لتمس المعالم التاريخية والحضرية في فلسطين عمليات الهدم الجديدة تأتي استكمالا لهدم 165 منزلا ومنشأة فلسطينية في منطقة الأغوار وأريحة بالذفة الغربية واستلاء الاحتلال على أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري بعد أن حول مساحات واسعة من الأغوار لمحميات طبيعية تمهيدا لضمها للمستوطنات إضافة لتصنيف الأراضي الزراعية الفلسطينية لمناطق عسكرية مغلقة هذا وأكد رئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد أن السلطة الفلسطينية ستواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة واجدد الرئيس الفلسطيني في كلمة له في اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تأكيده والالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر سندق الاقتراع على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس حسب الاتفاقات المبرمة برعاية دولية ذكرى مرور عشرة أعوام على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب في الأمم المتحدة ما فتح الأبواب أمامنا لعضوية ما يزيد عن مئة منظمة ومعاهدة دولية يتزامن هذا الاحتفال المقدر مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين العام القادم في خطوة أممية هامة جديدة نحو تصويب الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين وشعبها أجرى رئيس دولة اليمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان زيارتان إلى الدوحة الاثنين هي الأولى من نوعها منذ المصالحة الخليجية في جنوبي 2021 وأجرى أميرو قطر جلسة مباحثات رسمية مع بن زايد تناولت وفق الديوان الأميري القطري العلاقات بين بلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك زيارة الرئيس الإماراتي إلى قطر تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه رئيسا للبلاد في ماي الماضي وتوقيع اتفاق العلا في السعودية في جنوبي من السنة الماضية والذي أنهى نحو أربع سنوات من الأزمة الخليجية أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تستأنفى مفاوضات الاتفاق النووي تحت الضغط والتهديد ولن تقدم أي تنزلات أمام ذلك في إشارة إلى إعلان واشنطن عن أولويات جديدة مع تهران وقال كنعاني خلال ندوة صحفية إذن الاثنين إن بلاده ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى لحسمها غير أنها لن تتفاوض على أساس الحاجة إلى المفاوضات طريق المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لا تمر عبر الضغوط والتهديدات رسالة أخرى من تهران أرادها ردا مباشرا على ما اختبرته واشنطن تمركز محور اهتماماتها خارج الاتفاق النووي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يؤكد أن بلاده لن تتفاوض بشأن الملف النووي تحت أي ضغوط كما أنها لن تقدم تنزلات أمام التهديدات غير هذا تبقى إيران ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى لحسمها لكن بعيدا عن ظهورها كصاحبة الحاجة إلى المفاوضات يضيف الدبلوماسي الإيرانية وإن بدت حاجة الغرب إلى التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني من حاجة تهران لذلك غير أن العقابات المتنامية في وجه أي خطوة للتفاوض تفضح طبيعة الأسباب المؤدية لفشل كل محطات المفاوضات السابقة مقابل مواقف غربية متناقذة تؤكد تهران ولعل ما يعزز الترح ذاك حسب المسهول الإيراني ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي إلى تهران بشأن تركيز إدارة الرئيس بايدن على ملفات أساسية منها إمدادات الأسلحة إلى روسيا بدلا من المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي ولم يتوقف امتعاذ تهران من المصاري الذي ترى به واشنطن الاتفاق النووي عند طبيعة تركيز الولايات المتحدة بل تضاعف بعد تأكيد الأمريكية الخارجية أن الإدارة الأمريكية تهتم بمستجدات الاحتجاجات في إيران بدلا من الاتفاق النووي بل ودعمها تحول في مصاري المفاوضات ينصف كل آمال أحياء الاتفاق يقول مراقبون دخل قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بحضر وردات النفط الخام الروسي حيز تنفيذ اعتبارا من الاثنين باستثناءات محدودة بتزامن مع شروعي في تنفيذ ستسقيف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند ستين دولار للبرميل في حين قفزت أسعار والنفط بأكثر من اثنين في المئة الاثنين بعدما أبقت دول أوبيك بلاس على أهدافها المتعلقة بالإنتاج وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تجهز ردا على قرار الدول الغربية فرض سقف سعري لنفطها مضيفا في تصريح صحفي له الاثنين أن الأمر الوحيد الواضح أن بلاده لن تعترف بأي سقف مشيرا إلى أن وضع سقف للأسعار من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة العالمية فيما شدد بيسكوف على أن قرار الغرب لن يؤثر في تصرفات روسيا بشأن أوكرانيا في السياق دعت الخارجية الصينية الاثنين جميع الأطراف لبذل جهود بناءة من أجل تأمين امدادات النفط العالمية وذلك تعليقا على إعلان الاتحاد الأوروبي دخول قرار فرض سقف على سعر النفط الروسي حيز تنفيذ الاثنين وردا على سؤال بشأن تأثير قرار الاتحاد الأوروبي على السوق العالمية وأمن الطاقة العالمية قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ في تصريح صحفي إن النفط أحد السلع الأساسية في العالم وضمن أمن امدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية ما يستوجب من جميع الأطراف بذل جهود بناءة لتحقيق هذه الغاية مثل رئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي الاثنين أمام المحكمة للنظر في الطعن المقدم حول قضية التنصة على المكالمات الهاتفية واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية ويستغرق النظر في الطعن أسبوعين مع إمكانية تمديد المحاكمة بنظر إلى الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي وكان القضاء الفرنسي قد أصدر الحكم بقاء حق ساركوزي العام الماضي وتعليق فترة الحبس لعامين على أن يمضي عاما قيد الإقامة الجبرية في منزلها في الحدث الكروي العالمي حجز المنتخب الكرواتي مقعده في الدوري ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه بضربات الترجيح بثلاثة هداف مقابل هدف في ثمن النهائي وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة رغم الفرص العديدة التي أتيحت للطرفين 320 دقيقة لتبتسم في الأخير ضربات والترجيح للمنتخب الكرواتي الذي سيلاقي الفائزة من المباراة التي تجرى الآن بين المنتخبين البرازيلي والكوري الجنوبي وفي هذه الأثناء إذن يخوض المنتخب البرازيلي مباراة صعبة لا بديل فيها عن الفوز في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي وتمثل المباراة فرصة ذهبية لراقسي الصامب لاستعادة الهيبة الكوروية وهذا بعدما تلقوا ضربة موجعة في ختام الدور الأول بالخسارة من الكاميرون بهدف دون رد ما عرض الفريق إلى انتقادات لاذعة وشكوك حول قدرته على حصد لقب المونديال وللتذكير في هذه الأثناء المنتخب البرازيلي فائز لحد الآن بثلاثة أهداف مقابلة لا شيء أمام كوريا الجنوبية هذا إذن وتستكمل غدا ثلاثة مباراة والدور ثم نهائي بإجراء مبارتين الأولى تجمع المنتخب الإسباني بنظيره المغربي والثانية بين البرتغال وسويسرا يؤدي النجم الفرنسي كيليان بابي دورة استثنائية على الأراضي القطرية صاحب الرقم عشر سجل خمسة أهداف في أربع مباراة قاد بها المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع نهائي مونديال قد يكون فرصة مواتية لصاحب الوصول الجزائرية الكاميرونية من أجل تحطيم الأرقام وكتابة تاريخ بثنائية جديدة قاد بها المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي المنافسة العالمية أكد كيليان بابي أنه أحد أبرز نجوم المونديال القطري بخمسة أهداف جعلته حاملا للأمال الفرنسية في المحافظة على المكسب المحقق في روسيا عام 2018 مباراة بولونيا التي اكتسح فيها المنتخب الأزرق منافسه بامتياز أداء ونتيجة كانت فرصة مواتية للنجم الفرنسي لمواصلة كتابة تاريخ صاحب الرقم عشر بلغ الهدف التاسع في مشاركته المونديالية الثانية بعد الأولى على الأراضي الروسية حيث سجل أربعة أهداف ساهم بها في تحقيق النجمة الثانية لمنتخب الديوك لواصل صنع الفرجة في مونديال قطر من خلال نثر سحر كروي يرشحه لتحطيم الأرقام في أغلى وأقوى مسابقة كروية عالمية تسعة أهداف مونديالية 32 هدفا دوليا تجاوز بها الأسطورة زيدان والمستقبل أمام صاحب الثلاثة والعشرين عاما لتحطيم الأرقام القياسية وكتابة اسمه في مجلدات الساحرة المستديرة بذكريات أحلام الطفولة التي صارت واقعا جميلا في انتظار تحقيق الحلم الكبير بالسحر قدميها قيادة فرنسا للقب عالمي ثالث خصصت دولة قطر التي تحتضن فعاليات العرس رياضي العالمي 2020 مسلكا خاصا لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الملاعب لمتابعة مباراية كأس العالم في خطوة لاقت استحسنا كبيرا لدهت الفئة معتبيرين المبادرة خطوة تمكنهم من الاستمتاع في المدرجات مع باقي الجماهير مونديال استثنائي وضعت به الدولة المضيفة قطر موصلة للنجاح وغيرت مسلكه فجعلت من الإفهار لغة تتبادرها الأعين والأفواه بمشاعر الدهشة بما وجد في البلد الصغير مساحة الكبير بإنجازاته الملاعب المونديالية الثمانية حملت في شكلها ثقافة وانتماء بالروح والقلب للأمة العربية ما مضمونها رسالة قوية أرادت بها قطرا تجعل من الدين الإسلامي نورا منعكسا على كل الأوجه رغم الاختلاف مدرجات الملاعب كانت بيئة لايقة يتوافق فيها الجميع وتتلاحم فيها القلوب الأسوياء وأصحاب الهمم في قطر أصبحوا في درجة واحدة الأشخاص دوا الإعاقة لهم الحق الوصول والحركة في المرافق والخدمات المقدمة في المجتمع سواء كانت أماكن أو محتوى رقمي أو برامج وأنشطة وغيرها ومنها الاستمتاع بحضور مباريات كاس العالم والوصول بسهولة للاستاذات ومناطق المشجعين قطر رفعت الفارقة بين الكراسي المتحركة من هوى الثابتة وجعلت من المتعة الكروية قاسما مشتركا مدام الأصل واحدا قلبهم يعشق الساحرة المستديرة وجودهم في الاستاذ يعني توفرت لهم البنية التحتية اللازمة لضمان تجربة ميسرة هالشي يمثل إرث عظيم للباد المستضيف للبطولة مبع على المستوى المرافق بس بل بناء الخبرة اللازمة لضمان تجربة ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة للاستضافة في المستقبل إن شاء الله حق أصحاب الهيمان في الفرجة أصبح إرثا مستداما لتظاهرات الرياضية مستقبلا بفضل بلد العنابي أبقي العالم يتعرف على ثقافتنا ويشوفون أننا قادرين على استضافة أحداث رياضية ضخمة ويشوفون أننا صممنا بطولة تكون متاحة للجميع أحس بفخر وبوجود غرف حسية في الملاعب وتعليق وصفي صوتي باللغة العربية لأول مرة مونديال خيالي ونجاح غير مسبوق في تجربة فريدة من نوعها تنظيما مشاركة وحضورا قطان احتضنت العالم لتقول له ماذا بقي لك بعدي نهاية ونشر مشاهدينا ولمزيدنا الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهر أسفل الشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة